وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثل من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية جاءت تصريحة رئيس السيسي في مداخلة له خلال فعاليات انطلاق المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إن إحنا ممكن وحيسعدنا وإحنا مستعدين إن إحنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي لأنه هو فرصة كبيرة جدا ومنصة مهمة جدا إن إحنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جدا مشكلة السكان مش بس وكنت أتمنى إنه برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم وبرضو بنظرة شاملة سريعة جدا عن موارد العالم حتبقى كافية إنها تلبي هذا الحجم مش بس على قد مصر ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا شكل آخر باللي بيحدث في العالم في دول اللي استطاعت إنها تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده وإحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم إن إحنا في خلال سنوات قليلة هنصل لأكتر من مليار ونص أو مليار وستمائة مليون والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا ولكن لا تستطيع أن تفعل يعني إنها تساهم في ده فاسمح لأقول إن إحنا يعني بأكد إن إحنا فرصة إن إحنا ننظم هذا المؤتمر السنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه